لكن لأنه معنا على سكايب من العاصمة القطرية الدوحة الزميل الصحفي الأستاذ بلال مصطفى واحد من الصحفين المصريين اللي بيسروا الإعلام الرياضي في الدوحة عشان يحطينا في الصورة كاملة من أجواء الدوحة في استقبال بعثة الآل غدا وأجواء كأس العرب أستاذ بلال مساء الخير تحياتي وتحياتي المهندس عدل مساء الخير أستاذ إبراهيم مساء الخير كابتن عدل كاي أولا أنا أتشرف بتوجودي معكم النهاردة في الظهور الأول على قناة ندين العظيم النادي الأهلي هي أول مرة لقائي مع كابتن عدلي بس ثاني مرة مع كابتن إبراهيم منيسي تقفلنا قبل كده في ضبطية منتخب مصر في روسيا 2018 صحيح أهلا بيك يا سيدي أهلا وسهلا تحياتي لحضراتك فاند أستاذ بلال قبل ما ندخل بقى في تفاصيل كأس العرب قل لي كيف استعدت الدوحة وربطة مشجيع الأهل الربطة الكبيرة الحماسية لاستقبال بعثة الأهلي بكرة إن شاء الله أكيدا هادر أقولك حاجة بسيطة أتلخص كل كلام اللي أقوله فيما بعد أن الجماهير الأهلي متشوقة لتوابط ووصول النادي الأهلي كأنه أول مرة يصل الدوحة النادي الأهلي طبعا الدوحة والشاهل وعليه وطبعا تبقى التالتة تابتة في بطولة كاس السوبر الأفريقية أمام الرجاء بإذن الله قبل كده خدنا البرونزية في كاس العالم الأندية وتوجنا بالكاس السوبر أمام مهضة بركان وإن شاء الله المرة القادمة ستكون أمام نادي رياضي المغرب أود أقول لحضرتك بالتواصل مع المستشار حسين أبو العولة رئيس ربط الجماهير النادي الأهلي في دولة قطر الرجل وجميع عضاء الربطة ومسؤوليها لا يقلوا جهدا في التواصل الدائم مع اللجنة المنظمة المحلية لبطولة السوبر كاف تم التواصل الاتفاق على تخصيص الدرجة الثالثة شمال لجماهير النادي الأهلي كعادتنا بنتفاقل بها دايما نكون وشك خير والساعد على النادي الأهلي إن شاء الله في البطولة تم الاتفاق على التذاكر التي ستكون مخصصة للجماهير سيتم توزيعها على الجماهير وفقا للنظام المعمول به داخل الرابط وفقا للإجراءات المتبعة ستكون هناك اتفاقات جارية وعلى تواصل تام مع اللجنة المنظمة المحلية في عملية الاستقبال نادي الأهلي غدا إن شاء الله طبعا عمفين البحثة ستصل الثامنة مساء بإذن الله تعالى ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي في هذا الموضوع فيه اتفاقات ومشاورات متدولة بين الطرفين ولكن طبعا حضرتك عارف أن كوبيد نينتين وإجراءات والأعداد بدأت تزيد على مستوى العالم بشكل أكبر فطبعا لسه لكن أقدر أقولك أن الجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي طبعا بشكل عام كلها والربطة بقيادة المصرشة رقسمة أبو العلة مجهزين الدخلات مجهزين الأناشين في ترتيبات في استعدادات مهولة للتشجيع بحماس ومقاطع النظير وأول ما يقوله ويتم الاتفاق بشكل نهائي أن يكون في استقبال سيكون استقبال لمثيلة له كعادة الجماهير الأهلوية في استقبال ناديها الحبيب النادي الأهلي العظيم هل يعني النادي الأهلي وصوله يحظى في ظل الزخم بتاع بطولة كأس الأنديل العربية كأس العرب هل ممكن يكون له وجود ولا مش هنحس بيه إلا بعد انتهاء البطولة لا طبعا بتشكل السؤال الحلو الأهلي توجده في كل مكان وفي كل زمان هو بيضفي أجواء غاية في الروعة في الإثارة في أي بطولة أو عنوان النجاح كذلك ما نعرفين طبعا مش هقول ربا دارات النفيعة طبعا كنا نتمنى أن الأهلي أن المنتخب مصري يصل ويعبر عقبة المنتخب التونسي شقيق ويصل مبارا النهائية ولكن هيكون الأهلي بإذن الله سبب تعويض للحالة الحزن التي تعيشها الجماهير المصرية وجماهير الأهلي بشكل عام تمتعجده في المدرجات وبتشجع بشكل مثالي للمنتخب الوطني وسيكون الأهلي بإذن الله وجماهير من خلفه سيكون داعم وفي استقبال نديها وهو بتشجع بحماس من قطع النظير أن الأهلي بجماهيره وبالكيان وبالتنظيم وكل شيء بما يخص نادي الأهلي سيكون عامل نجاح لفتولة السوبر بإذن الله طيب دعاً الآلي وأجواء الاستقبال اللي في انتظاره إن شاء الله لكن خلينا بقى أستاذ بلال على كأس العرب وإنت راصد عن قرب بل يمكن في قلب الحدث مما يجري عندك في الدوحة الردات الفعلة حتى الآن للمشاركة المصرية في كأس العرب والله يقول لك أن الجماهير المصرية أنا طبعاً كان شغل في أوقات عدم توجودي أو مهام شغل مش موجود فكنت بروح أحد المباراة منتخب مصر كان مشجع كان أخيرها طبعاً مباراة منتخب مصر أمام منتخب تونس أنا وانا خارج من الملعب طبعاً بيبقى فيه اختلاط كبير مع الجماهير طبعاً الجماهير غاية في الحزن والحزن المخلوط أو المختلط بحالة من الغضب في نفس الوقتين طبعاً حضرتكم والسيوات التحليلية كلها عارفين يعني قلنا إزاي نقدر نكسب تونس نحن كنا حسين نحن على المتخب تونس مقدمش المستوى اللي كان يخوفنا أو المستوى اللي منتخب اللي منقولنا عليه بوعبو يشقدرين نكسب ولا كنا نقدر نكسب منتخب تونس كنا نقدر نوصل لمباراة نائية بكل سهولة وكنا طمعنين في اللقاء ده كان حال جماهير مصرية كلها في مدرجات استاد راس بعبود أو استاد 974 المنديالي فكان فيه حالة من حزن بتخيم عليهم طبعاً كانت الأجواء أو الأشياء المتدولة في حديث الوطن العربي أو في العالم في مصر طبعاً هذه مجر مستحق أو لها أسباب كبيرة جداً طبعاً نشانا أقود فيها في هذا الوقت أسباب فنية جانب من عدم تواجد الجماهير المصرية بشكل أكبر في المدرجات كما كانت متواجدها جماهير المنتخب تونسي الشباب هل بالنسبة للتحكيم الصورة بداخل أوساط البطولة عندك إيه والله هو كان التعليق طبعاً نائي على التحكيم سواء من الجماهير المصرية أو الجماهير الجزائرية في مباراة قطر والجزائر في دور عامل النهاية أيضاً كان التعليق على الوقت المحتسل بدل الضائع والحكام وطبعاً كان في استضافتكم للخبير التحكيم الكابتان أحمد الشبناوي أفضتم الحديث في هذا المجال بشكل أو بآخر ولكن هو ده كان التعليق يعني إحنا ديت وقت مستقطع ديت وقت محتسل بدل من الضائع خلاص دقائق فقط للاستمرارية فيما بعد يعني بعد ما شناوشات الكرة مثلا خلاص الأمور حتى لو أنت حاسيت أن فيه بعض الضلم المنتخب على آخر أنت تنقب بنفسك عن مثل هذه الأمور وتخلي الاحتكام إلى الوقت الإضافة إكسترا تايم شوط الأول منه أو شوط الثاني نفس الشيء تكرر مع منتخب في لقاء منتخب قطر ومنتخب الجزائر أني شفنا حوالي عشرين دقيقة كمنه تسع دقائق محتسبة لسقوط وعلاج وتغيرات وكان وقت فعلي مستحق وتم احتساب مثيلاتهم تسع دقائق أخرى وعشر دقائق أخرى وصولا لعشرين دقيقة فكان فيه علامات استفام كثيرة على التحكيم في هاتين مبارتين بشكل دقيقة وبشكل أخص بلال كان تردد كتير أنه فيه اجتماعات في الدوحة على هامش المباراة النهائية قبلها أو بعدها سواء للجنة التنفيذية للكاف أو للاتحاد الدولي على فضل اشتباك ما بين كاس الأمم الأفريقية ومنديال الأندية عندك فكرة؟ والله لحد علمي يعني ما فيش حاجات متدولة بشكل رسمي في هذا الصدد لم يكن طبعا وجميع مسؤولين سواء الاتحاد الدولي في قرد القدم أو مسؤولي الكاف وموجودين بصفة دائمة في الدوحة في هذه الأوقات بس أعتقد إذا ممكن من خلف الكواليس في تدور مثل هذه الأمور لكن بشكل رسمي أو بشكل مصرح بلوسائل إعلام لم يكن فيه أي شيء موجود في هذا الصدد في جديد عندك على استعدادات منتخب مصر للقاء قطر ساعة 12 ظهر السبت أقدر أقول لك أن المنتخب لحد الوقت طبعا بتسيطر عليه حالة من الحزن على اللاعبين وعلى الجهاز الفني والإداري أنه كان يمنوا نفس جميعا مع الجمهور المصري الوصول لمباراة النهائية في المباراة السابقة من المنتخب تونس حسين اللاعبة لا يستطيع أن تخرج من الحالة بشكل أو بآخر حسيننا كانوا قريبين نوصل للنهائي وكنا قادرين نكسب وكنا نوصل لمباراة النهائية ونرجع بالكاس لمصر بس نقدر نقول قدر الله مش أفعل أن الكرة لازم فيها خسارة وفيها دروس مستفادة وفيها خبرات كثيرة غير الفوز ولكن النهاردة والتدريبات على فترتين كان منها جزء في الجيم شارك في جميع اللاعبين أما الجزء الآخر كان على أرض الملعب بنسب معينة على حسب نسب مشاركة اللاعبين في مباراة تونس إن شاء الله بكرا يكون في تدريب أخير على الساعة 12 الظهر بتوقيت الدوحة وبيصبق المؤتمر الصحفي مستر كروش مدرب المنتخب ومعه أحمد كجاز إن شاء الله هل في أي معلومات عن حالة الإصابات اللي في الملعب اللي في المنتخب يعني تصريحات في هذا الشأن لا ما فيش تصريحات بهذا الشأن بس هي الإصابة الواضحة ومستمرة لحد الوقت لينك إعلاميين هي إصابة عيمن أشرف بعض اللي هو بيستمر فيها بإعلاجه التأهيلي وإعلاجه المستمر مع فريق الطب المنتخب أنا أخبرت اللاعبين شاركوا في التدريب الجماهير المصرية كانت اشتاكت في بيان رسمي لها من سوء المعاملة في سياسة توزيع التذاكر وده كان قبل مباراة تونس المشكلة مستمرة قبل مباراة قطر أعتقد لا بس أعتقد ما فيش يعني فيه اهتمام طبعا لمباراة قطر ومباراة مصر اللي بتقام بين الأرض المستضيفة ومبين منتخب مصر بس تحس أن الزخم لمنتخب مصر ممكن يكون فيه نوع من قل شوية من الجماهير وحماسها لها أنه كانوا كلهم عايزين يوصلوا لمباراة نهية طبعا فيه حمار ولكن برضو فيه بالزبط لكن فيه طلب على التذاكر بشكل أو بآخر والجميع برضو هتكون متواجدة في أستاذ 974 اللي شهد المباراة الأخيرة لمنتخب مصر ويشهد المباراة على المركز الثالث ورابع من منتخب قطر بإذن الله واللي بمناسبة 974 أنا سألت أحد الأصدقاء هنا في السفارة القطرية قال لي ده علشان أو توسيق للمفتاح الدولي لقطر 974 هناك تفسيرات تانية أنه ده كمان عدد الحويات اللي استخدمت في إنشاء الأستاذ دي ودي ولا إيه بالضبط يعني هو المتداول الرأيين الرأي اللي تم انتشاره الأول بشكل سريع هي 974 عدد الحويات اللي تم استخدامها في إنشاء أستاذ راس بو عبود والرأي الأضاف اللي هو كان رقم اللي تحويل المفتاح الكود اللي هو 974 على دولة القطر يكون مميز يعني على طول بشكل أو بأخر ربا انتهت هذه فرصة للشكر لللجنة المنظمة لكأس العرب ولجنة المنظمة اللي بطولة كاس السوبر ولجنة المنظمة المحلية إن في اجتماعات بشكل مكثف يومي وبشكل يومي باستبال الفرقين سواء النادي الأهلية أو فريق الرجاء وتسيب كل العقبات إلا أن تكون هناك عقبات أصلا كعادة الدوحة وعادة تنظيم القطر للمغرية طب أنا عارف أن أنت قريب من أوساط البطولة هل عندك تفسير لغياب الحكام العرب عن البطولة؟ بصراحة عشان أنا لا يوجد أي تفسير عن موضوع ذلك أن طبعا كل موضوع المطبخ أو الحكام أو كل متوداوة بس ما حصلش النقاش بشكل أو بآخر عن هذه النقطة بشكل أو بآخر عن أنه طبعا من أول البطولة ما تبدأ تم الإعلان عن الحكام أنهم كلهم من حكام دوليين ما يكونون حكم عربي واحد وطبعا هذا اللي حضراتكم نشتوه من فترة مع كابتن أحمد الشناوي وممكن هذا يبقى طرح فيما بعد فيما هو قادم أنه ممكن يبقى السؤال اللي نسأله كلنا جميعا هو غياب الحكام العرب عن بطولة العرب يكون بداية لغيابهم مثلا عن موضوع القطر في 22 صحيح ده سؤال مهم بس بس بسرات كبيرة ده سؤال مهم أخيرا وإحنا طولنا عليك بلال نحن كمصريين سعداء جدا بهذا المستوى التنظيمي وهذا الحدث العربي الرائع جدا هل إنفنتينو مسؤول الفيفا في هذه التجربة شايفينها إزاي قبل كأس العالم والله يبقى يبقى أن يفنتينو في أي بطولة بتنظيمها قطر أو بتصدفها سواء كأس العالم الأندية أو بطولة كأس العرب الأخيرة هي البروفا الأخيرة المجمعة بشكل كبير لنصف عدد المتخبات التي تشارك في كأس العالم من الموقع إن شاء الله بإشادة تمة أنت لو شفت النواحي التنظيمية كملاعب كاهتمام بوسائل الإعلام توفير المواصلات كل شيء متواجد في الدوحة بيدل على نجاح مسبق ونجاح من قطع النظير للبطولة هو دائما الإشادة بهذه ولا يوجد أي علاقات سلبية ده شيء مشرف جدا كما أنك أنت وكل الزملاء المصريين الصحفين الزملاء مشرفين للإعلام الرياضي المصري دائما وأبدا في كل مكان شكرا جزيلا للزميل المتميز بلال مصطفى كان معنا عبر سكايب من الدوحة أعتقد حتى حضراتكم بصورة كاملة فيما يحدث بشأن كأس العرب بكل تفصيلها وأيضا في أجواء استقبال النادي الأهلي بكرة إن شاء الله بشمانتظ ربنا يعني يوفق طبعا المنتخب على الأقل يكسب مبراد قطر كنوع من يعني التعويض اللي يبقى أقل ما يقبل بالإضافة إلى أن النادي الأهلي بقى هنروح للتحدي بقى التاني بتاع النادي الأهلي في تحدي في السوبر زي ما أنت قلت بقربنا ونضغط على ريال مدريد لو كسبناه إن شاء الله بالإضافة طبعا أنه هيكون يعني مؤشر لقدرات النادي الأهلي في مونديال الأندير موسيقى موسيقى موسيقى